أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرقيم اقترب للناس خسابهم وهم في وفلك معرضون ما يأتيهم ذكر من ربهم مخدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسر المجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبشرون قال رب يعلم الغول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قول أبواث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوقي إليهم فاسألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدغناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المصرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تأملون وكم قشرنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها غوما آخرين فلما أقسوا بأسنا إذا هم منها يرقبون لا ترقبوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك جعواهم حتى جعلناهم خشيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا نتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالخنق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر ولكم الويل مما تشفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستقبلون عن عبادته ولا يستخصرون يسبحون الليل والنهار لا يخطرون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينوشرون لو كان فيهما آلهة إن الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يشفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أغثرهم لا يعلمون القوط فهم معردون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوخي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالغول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يسبعون إلا لمن ارتضوا إلا لمن ارتضوا وهم من خشيفهم واشفعون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم فذلك نجزي الظالمين أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رفقا ففتغناهما واجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون واجعلنا في الأرض رواسيئا وتميد بهم واجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهددون واجعلنا السماء سقفا مقفوضا وهم عن آياتنا معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والغمر كل في فلك يسبقون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس وذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي ينكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنوسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم شارغين لو يعلموا الذين ففروا لا يقفون عن وجوههم نار ولا عن ذهورهم ولا هم إنشرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم منذرون ولقد استوزئ برسل من قبلك فقرقوا بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرقمان بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نشر أنفسهم ولا هم إنا يشحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم قد تعطون عليهم العمر أفلا يرون أننا نأتي الأرض ننقشها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الشم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين الغسطر يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثل حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرغان وبياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب من الساعة واشفقون وهذا ذكر مبارك أوزلناه أفأنتم له منكرون ولقد آتينا إبراهيم رشدا من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباءكم في أبنال مبين قالوا أجئتنا بالقوق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي قطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتالله لأكيدن أشنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جدادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينكرون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانشروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار قولي بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فاجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي بارقنا فيها للعالمين ووهبنا له إسقاغ ويعقوب نافلة وكنا جعلنا شرقين واجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإنظام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ونوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوخا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونشرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأبرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يقمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبخن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتخسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريف عاشفة تجري بأمره إلى الأرض التي بارقنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوشون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافذين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراقمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من بر وآتيناه أهله ومثلهم معهم ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعبدين وإسماعيل وإدريس وزلقف كل من الشابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الشالحين وزنون إذ ذهبا مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فاردر وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يقيا وأصلحنا له جوجة إنهم كانوا يسادعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أقصنت فرجها فنفخنا فيها من روقنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة الواقدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم قلوا إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلقناها أنهم لا يرجعون قد تا إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدد ينسلون وقترب الوعد الخنق فإذا هي شاكشة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بركنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله خصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفر وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبغت لهم من القسنا أولئك عنها مبعدون لا يسمعون قسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يخزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعجون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ونقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباديا الشالقون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوقع إلي أنما إلهكم إله واقد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى قيل قال رب اختم بالقفق وربنا الرحمن المستعان على ما تشفون صلى الله العظيم